السلام عليكم ورحمة الله وصفة اليوم هي هدية مني لكم لذلك احفظوا هذا الفيديو سوف تعودون إليه وتحتاجونه في المناسبات وفي أي وقت تريدون أن تجعل شعركم نائم في عشر دقائق فقط الوصفة رائعة جدا تنائم شعر الخشن تجعله كالحرير وسوف تلاحظين تغيير ملحوظ جدا على شعرك الخشن حتى لو كان إفريقي ومجعد جدا والجميل في هذه الوصفة هي أنها طبيعية وتصلح أيضا للأطفال الصغار للرجال والنساء والمهم جدا في جميع وصفاتي التي أشاركها معكم لتنائم الشعر فهي في الأساس لعلاج مشاكل الشعر مثل التساقط وأيضا تعمل على تكثيف الشعر مع الاستمرار في وضع هذه الوصفات وأيضا تقوم بتطويله بدون تطويل في الفيديو فلأشارك معكم المكونات والطريقة بسم الله فأحتاج إلى شحم الخروف أو بما يسمى علميا بمادة اللانولين وهو عبارة عن مادة دونية تأخذ من شحم الخروف حيث يحتوي على نسبة عالية من الكوليستيرول مما يجعله قادرا على امتصاص ما يقارب ضعف وزنه ماء لذلك فهو يدخل في تحضير العديد من مستحضرات العناية بالشعر والبشر أيضا لكن بالنسبة للشعر فهو ملين طبيعي يعالج مشكلة جفافه وهيشانه ويقضي على التقصف من أول استخدام كما أنه يمنح الشعر ملمسا نائما ولمعانا طبيعيا فيبدو الشعر كأنه مدهون ببلسم طوال الوقت والجميل فيه أنه يوقف التساقط ويحفز نمو الشعر الجديد في المناطق التي يخف في الشعر في فروة الرأس ويمنحه قوة وكثافة في فترة وجيزة من استخدامه والشحب طبعا تجدونه في أي مكان عند الجزار مثلا فتشترونه تأخذون قطعة صغيرة تقومون بتذويبها كما هو موضح في الفيديو حتى تذوب تماما سوف أخذ فقط الزيت أو الشحم منها الذي ذاب كما رأيتم والجدير بالذكر أن الشحم استخدم من قديم الزمان لتنئيم الشعر فلم يكن النساء يعني يتوفرنا على السشوار أو الميكوات أو كل هذه الألات التي فقط تسبب تساقط الشعر يبتعدوا عنهم أرجوكم يستعملوا الوصفات الطبيعية فقط أو البروتينات الطبيعية إصنعوها في المنزل المهم سوف أقوم بإضافة زيت الزيتون البكر الذي يكون بدون ملح وهذا هو الذي يستعمل للشعر أو يستعمل للبشرة تضيفون له زيت الزيتون على حسب طول وكثافة الشعر ويجب أن تعرفوا بأن الشحم ذهني جدا لذلك كمية بسيطة فقط فهي تكفي للشعر حتى لو كان طويلا وكثيفا أما طريقة وضع هذه الوصفة هناك طريقتين الطريقة الأولى خلطه ثم وضعه على الشعر بأكمله ثم وضع بلاستيك غذائي وتركه من 30 دقيقة إلى ساعة أو ساعة ونصف أو حتى ساعتين على الأكثر ثم تقومون بغسل شعركم عادي جدا بالبلسن فقط وإذا أزعجتكم رائحة الشحم مع أنها ليست قوية فتضيفون لها القهوة سريعة الدوبة حتى أنها تعطي لمعان للشعر ومفيدة جدا للشعر وتحدثت عنها سابقا أما الطريقة الثانية فهي خلط الزيت الزيتون مع الشحم المذاب وبعد ذلك وضعه في الثلاجة وتركه حتى يبرد تماما ويصبح شكله مثل الفازلي ثم بذلك تضعونه على الشعر وأيضا تتركونه لمدة بسيطة ثم تقومون بغسل شعركم كان هذا هو فيديو اليوم أي سؤال أو استفسار أتركه في التعليقات سوف أجيب عنه في الحال دائما فيديوهات جديدة ووصفات حصرية وأشياء رائعة جدا تجدونها فقط على قناتي قناة نور شامل ووصفات نصائح جمال وعلاج هل تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كتتوصل بكل فيديو جديد فعلا وصفات تستحق إلى اللقاء